أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الإجراءات الخاصة بانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة كلالا الاجتماع تمت الإشارة إلى الخطة المقترحة لنقل الموظفين والتي تعتمد على استخدام وسائل النقل العام المستدام إلى جانب التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال النقل الجماعي لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسارا لإيطوبيسات من مختلف المناطق لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي نحو 369 سيارة ويجري العمل على زيادتها